اشتركوا في القناة محمد صابر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة ينظم حزب النور الجمعة القادم احتفالية بالمدينة الشبابية بيبي قير بمحافظة الإسكندرية لتكريم أعضاء الحزب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية تحت عنوان حلمنا بقوة شبابنا بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب وعمد الله بدران أمين الحزب بالإسكندرية وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب بالحزب وعدد من الشخصيات العامة ومن أبرز الشخصيات التي سيتم تكريمها نادر بكار مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام لحصوله على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسات العامة من جامعة هارفارد بكلية كيندي لدراسات الحكومية وصل إلى مدينة برج البورولوس أمس الاثنين الفرش الخاص بمسجد سيدي عيسى وتم فرش المسجد كاملا اليوم وجاء ذلك بناء على طلب قدمه الدكتور محمد إسماعيل جاد الله نائب حزب النور بمركز البورولوس ومن جانبه تقدم جاد الله بالشكر لوزير الأوقاف لسرعة تلبيته للطلب كما وعد الأهالي بالعمل جاهدا لتلبية جميع طلباتهم شارك أعضاء حزب النور بسيدي سالم بكفر الشيخ وعلى رأسهم الدكتور إمام خليفة أمين الحزب في المركز في أعمال اليوم الرابع من حملة حلوة يا بلدي حيث شملت الحملة في يومها الرابع أعمال النظافة والتجميل والتشجيل والدهانات ورفع الإشغالات وصيانة الإنارة العامة ورش مبيدات وتعقيم صناديق القمامة طالب ياسر عبدالغني أمين مساعد حزب النور بالغربية محافظة الغربية اللواء أحمد سقر بالتدخل لإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية كفور بالشاي التابعة لمركز كفر الزياد حصل الباحث عابد أحمد القاضي عضو حزب النور على درجة الماجستير بكلية الأداء بقسم اللغة العربية تحت عنوان أثر القياس في أحكام المستجدات العصرية دراسة تأصيلية تطبيقية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرين مدنيا على الأقل قتلوا أمس الاثنين في غارات شنتها مقاتلات تابعة للتحالف بقيادة أمريكا على مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا لقي عنصران من قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي مصرعهما وأصيب تسعة آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش الرهابي بمدينة سيرت أعلنت قيارة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أن ستة جنود قتلوا وأصيب ثمانية عشر آخرون في تفجيرين بسيارتين مفخختين في منطقتين بروم والغبر غرب مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت جنوبي شرق اليمن قالت الشرطة اليوم الثلاثاء أن جنودا في الجيش الهندي فتحوا النار على حشد رشقهم بالحجارة في تحدي لحظر تجول في إقليم كشمير مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص مع تساع نطاق اضطرابات أثارها مقتل متشدد انفصالي أفرت مصادر فلسطينية بأن رجلا في الخمسينيات من العمر توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها أمس جراء استهدافه برصاص قوات الاحتلال الصهيوني على مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية قالت قناة أون تيفي التركية الخاصة أن وزارة التعليم التركية أوقفت اليوم الثلاثاء خمسة عشر ألفا ومائتي موظف عن العمل فيما يتصل بمحاولة انقلاب عسكري فاشلة أفرت قناة سكاي نيوز بإقالة ثلاثين محافظا تركيا وأكثر من خمسين موظفا رسميا ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد تشير إحصائيات المعهد القومي للدراسات في المكسيك إلى أن عدد معتنق الدين الإسلامي تضاعف بنسبة مائتين وخمسين في المائة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة حيث ازداد العدد من ألف وخمسمائة في عام ألفين إلى خمسة آلاف ومائتين وستين في ألفين وخمسة عشر شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة وواصلت حصارها لمحافظة الخليل جنوب الضفة توفي أحوازيان بعدما أطلقت عناصر من قوات الاحتلال الفارسي النار عليهم ضمن سلسلة من الهجمات العشوائية التي بدأت تقودها سلطات الاحتلال الفارسية أفادت وكالة أنباء أراكان بأن مسؤولا ميان ماريا زار مؤخرا ولاية أراكان بهدف تفقد أحوال المتضررين جراء الفيضانات التي شهدتها الولاية قبل أسبوعين وأوضحت أن الجنرال أوعز إلى مساعده مسبقا بعدم السماح لأي روه جيب بحضور لقاءاته مع الأهالي المتضررين وذلك ما علاق عليه مراقبون محليون بالقول إنه تمييز عنصري وتصرف غير أخلاقي من قبل مسؤول حكومي رفيع المستوى نظم نشطاء أحوازيون تظاهرات كبيرة احتجاجا على ضم مناطق عربية للمناطق الإيرانية قالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أمس الاثنين إن السلطات التركية احتجزت الطيرين التركيين الذين أسقطوا في نوفمبر الماضي المقاتلة الروسية سوء 24 أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء أن حكومته أرسلت ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم فتح الله جولين المتهم بالضلوع في محاولة التمرد لأول مرة في تاريخ مدينة ميلانو الإيطالية انتخبت أول امرأة مسلمة محجبة عضوا بالبرلمان عادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية التذكير بفتوى تحريم لعبة بوكيمون الشهيرة بعد أن حرمتها عام 2008 إثر انتشارها بشكل كبير في تلك الفترة على غرار الضجة التي أثرتها بوكيمون جو خلال الأسبوعين الماضيين قال سفير محمود دردير سفير إثيوبيا في القاهرة إن إثيوبيا تسعى إلى تكوين علاقات متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة مع الدول الأخرى مع عدم إيذاء الدول الأخرى معلنا أنه يوجد سد آخر بخلاف سد النهضة قيد البناء اتهمت نصر يوم الاثنين إيران بتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط من خلال نقل أسلحة إيرانية إلى بؤر الصراع بالمنطقة وخلق مناخ من التوتر بين طهران وجيرانها أجرت لجنة تقصي حقائق مجلس واب حول فساد توريد القمح زيارة مفاجئة لصوامع الشركة المصرية العالمية الأسد بالكيلو 59 على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي داخل نطاق محافظة البحيرة وأكد النائب إيهاب عبد العظيم عضو اللجنة أنه تم تحفظ على الأوراق والمستندات الخاصة بالصومعة مشيرا إلى اكتشاف عجز 23429 طن توريد وهمي وهو ما يكلف خزانة الدولة 65 مليون جنيه تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل عشرة مساجد جديدة بعدة محافظات وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد قال الدكتور عمر الجارحي وزير المالية إن الوضع المالي في مصر صعب للغاية مشيرا إلى أن مصر تعاني من عجز كبير جدا يتراوح بين 11 إلى 13% من الموازنة منذ خمس سنوات أكد الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية أن الأزهر الشريف رفض قرار وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة بأن تكون خطبة الجمعة موحدة ومكتوبة وافق مجلس النواب رئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته المسائية على المادة 23 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بتسوية العامل في حال الحصول على مؤهل وافق مجلس النواب رئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة 23 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بتسوية العامل في حال الحصول على مؤهل أعلى من الذي تم تعينه عليه قال العميد محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن المصلحة تقدم خدمات للمواطنين منها الكشف على الذهب مجانا بمقرها في حي الجمالية بمحافظة القاهرة نفى حمد عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول صحة ما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي كيف نقرأ سورة الفاتحة واباب المعراج من سلسلة الشرح المفهم لمن فرض به البخاري عن مسلم والطبيب الكافر من سلسلة باب الجنائز من فقه السنة فضيلة الشيخ ياسر برهامي مجالس القيام الشيخ محمود عبد الحميد المحاضرات من الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة من سلسلة كتاب الرقاق من صحيح البخاري الشيخ سعيد السواح وقفات مع قصة يوسف عليه السلام واحد جلسة في بيت النبوة من سلسلة قصص الأنبياء الشيخ سعيد محمود ترك العجلة في الصلاة وصلي صلاة مودع والتهيئ للصلاة قبل الدخول فيها من سلسلة أضف لذة للصلاة الشيخ إيهاب الشريف تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي احذروا دعاة الضلال الخشن والناعم في الإعلام كتبه أسامة شحادة من محراب الصلاة إلى محراب الحياة كتبه إيهاب شهين تعليق الدكتور ياسر برهامي على أحداث تركيا وموقف الدعوة السلفية من العالمانية التركية بالإضافة إلى قسم جديد خاص بإجابات الدكتور ياسر برهامي على موقعي أسك انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته